طيب الاهلي بزروفه الحقلية. بزروف الصعبة. انت عندك فيه تنة وقعه النهاردة. باسم الله الرحمن الرحيم. فيه ثلاثة وانت بتفرج على ماتشة عامل السلية ومحمد عبد المنعم. والشناو لسه بيشوفه يعني فيه. اه. وصلاح محسن تلع برضه تقريبا. وصلاح برضه كمان. صح. الراجل اشتغل انا بفوجة نظري الراجل اشتغل على دي. من اول يوم. صح. بداية فريرة كانت طبعا هزيمة من الوداد هنا. وتعادل برة مع بيترو اتليكه وبتاعه مش عارف ايه. وكان راجل وقته لازم ياخد وقته بكل حاجة. لكن انا عجبني اللي النهاردة المدير الفني. اللي بيلعب على قد امكانات فرقته. بمعنى. اللي الزمالك معروفة كانت نعم بجيبه اربعة اتنين تلاتة واحد. ايوا. او اربعة تلاتة تلاتة. ايوا. اكتبنيش عايز ده. اه بالزبط. اكتبنيش عايز ده. اه بالزبط. مهد ده اصوارش عامل كده. انا بقول لك. فانا بحي الراجل ده. اللي زي ما قلتلك. في مدربين يا كريم. وانا يعني بدون ذكر اسماء. في مدربين. يعني. والله العزيم تجي تقول له مسلا ايه. انت بني اتكتش بتذكر اسماء. لا مش هينفع. تقول له مسلا ايه. نلعب اربعة تلاتة تلاتة. لا لا اربعة اتنين تتا واحد. طب نلعب تتراب. لا اربعة اتنين تتا واحد. اه. نهارده عندي عجز في نص الملعب. فعايز اعمل زحمة في نص الملعب. صح. وعايز اعمل ورا خطة ادفاع من تلاتة. بحيس اللي عدي من نص الملعب بيقابل تلاتة. فهو الراجل دي نجاحه. اللي هو طريقة اللعب. الحاجة التانية. اللي الراجل يا كريمة ما انا ابق العيد. ولا يمدير فني جريء. وبيلعب واحد صغير. مسلا. ويختف لك واحد ما لعبش مسلا من الكوبار. ويطلع برا التمنطق. يعني سيف الجزيري. جيم اتاخر مطش الاهلي بسبب تزوله في تيران. رغم انت في زل احتياجه. بس الحاجة. بزبط. دي حاجة ممكن تنجحك الموسم كله وتخليك تاخد بطولة. صدقني. ممكن موقف مع العيب. يخليك تكسب في الآخر. زي ما انا قرينا مسلا اللي في مسلا ابو جابل الفترة فيه كان فيه امكانات اللي هو يدخله المطش. قريت التصريح قالك اللي الراجل قالك لو انا دخلت ابو جابل. ممكن في زل احتياج اللي عواد يتعور. بس انا حقص المطش. ممكن من. لا حقص الفرقة. ممكن ان انا دخل واحد بقاله فترة اللي هو حاجة اسمع العلم. فهو الراجل بصراحة. انت عارف اللي اهم يا كابتن عميل كمان وكابتن عبد الجليل. احساس اللاعبين ان احنا كلنا مهمين. بالضاء. يعني مش مش منزلك عشان مضطر نزلك. مش النجم الاوحد. لا انت مهم. يعني انت نازل اللاعب عشكيان نهاردة مفيش عشرب بنشاري مفيش تأسير. النهاردة محسيتش محسيتش. اه. مسلماني غلط في الاهلي فكرة. مسلماني بعد اللاعبك كتير. وخلى ما رمضه احشاس اللي يلعبه. النهاردة بتشوف حسام حسن بيحاول. رجع. كذا لعيب. فدي فعلة زي ما قالك مدرب لمدرب. النهاردة النادي الزمالك منظم. بص على لما يجيبه جون بص على الدكة الاحتياطية. في روح. في روح. بينا. بينا. اه. حب اللاعبه لبعض. اه. محدش بيشوح لحد. محدش بيتنرفز على حد. الحاجات دي هي معامل النجاح. ومفيش اخبار كتير بتطلع من نادي الزمالك الفترة دي. دي برضو حاجة كويسة. اللي مفيش. عارفة كابتن مفيش. يعني زي بيقولك. زي بيقولك. حاجات سبايس اللي هي ايه. كل مشكلة او كاز. لا تحس للدنيا. مالمومة. مالمومة. انت عارف انا دايما كنت بالو مع نادي الزمالك. حتى نادي الزمالك. كان يعني حتى الجميع نادي الزمالك. حيات رم على الاعلامين او الناس اللي بشتغل في الاعلام. انتوش ما بتكلموا على مشاكل الزمالك. ما اقول ده. انت اللي في ايدك تقفل لها. ايه. ما اطلع اقول. انا لو ما لقيتش حاجة من نادي الزمالك مش اقول. مقوة لا وانت. وانت. انا. انت اللي لقتي معايا خبر ان الزمالك في مسلا يعني فيه مشكلة او فيه خنيقة او في اي حاجة. هتقوله. انت زمان ما كنتش نفس القصة في الاهلي دلوقتي الاهلي انا عندي حاجات اقوله عليها طب انا بقولها انت اللي بيحلي ده اول انت اللي في ايدك تقفل او تفتح الليلة دي لكن زي ما بقولك الراجل انا شايف لا ناجح مع فيه النهاردة كمان حاجة يا كريم تحاسي لابعن ده سكت موضوع سهل اوك فالكورة سهلة كورة في تحركات وبعدين في ميزة بقى التحركات من غير الكورة هيلة صح يعني مشكلة ناس زمالك قبل كده كله سابت كله سابت لقى النهاردة بتلاقي زيزو بيتحرك نمار بيخش الجوه زيزو بيطلع بره فالتوح بيكمل فإذا انت عندك مثلا واضح جدا في كورة الهدف الاول بتاع الاهلي سيب الجزيري بيجنح على اليمين ويزيزو في مكانه بالزبط يعني هو سيب اللي بقى على اليمين وهو عارف اللي هو هيحطله في الحتة دي فقطع على الحتة دي بالزبط فالفرق مع الزمالك في شكله زي ما قلت لك كمان حتة ثبات التشكيل والراجل برضو ممكن كل مطش بيعمل روتيشن في مركز صح وبعدين اقول لك الحاجة اللي انت تخترع محمد عبغاني يلعب انت عرف عمد عبغاني مستو اه كريم انت مش واخد يعني ممكن الناس مش واخد بالها جدا اللي الكورة على طول على الارض يعني عبدالغاني عشان سيرد باك من أصل المميز اللي هو ما بلعبش عالي كتير اللي بلعب كره العالي الحاجة التانية اللي منجح عبغاني او انشاكل نادي الزمالك اللي الكورة التانية على طول على كبتن عبجليل لصالح نادي الزمالك اي كورة تانية الكورة العالية كورة التانية هتلاقي عبدالغاني على طول متوجد فبرضو حاجة تحسب لمدير الفني اللي انت النهاردة كل الناس كانت تقولك إمام عشر نجربه ستة وبابا نجربه راح جايب سرد بك ورح ملعب في الحتة دي فعمل لك في الحتة دي قوة مع الثلاثة مع عبدالغاني يعني بدافع باربع سرد بكات سرد بكات فالموضوع صعب جدا على اي فرقة اللي انت تخترج دفعنا الزمان سورش ايه رأيك ايه رأيك انت انا جاي لك بي جاي لك والله ما انا عارف ينفع يتعال رأي دلوقتي عن سورش ماينفعش بس خفت اصراحاته والناس تفهموا انت ماسك فرقة مرعبة فرقة بطلة طبعا لي انا الفترات الجاية اخلي الناس تترعب من فريل الاهلي وانا المرعب بعد كده وبتاع ما احنا طول عمرنا مرعبين فاهموه احنا في ثلاثة شهور اربع شهور الدنيا مش مظبوطة شوي انما الاهل هيرجح بس اكيد اي مدرب يبعايز يحبز لعيبته هو يعني ما عايق يعني التصرحات عادية يعني بيش انا اصلا ادام ما اخطأش في خصمة ما اخطأش في لعيبته يعني مثلا انا في وقت مسيماني كنت نوم عليها سنة فرقة جديرة انا فرقة جديرة برشلونها مواعد شوية ما جاش حد قال احنا هنرجع مرعبين زي الاول انا طول عمري انا عارف انا مقامي ايه مش معنى ان انا نزلت شهرين ثلاثة يبقى الاهلي في طيب لا الاهلي راجع وراجع بكوة وراجع بس الناد الاهلي بقاله مية وشوية سنة اوعى تفتك ان ما فيش كبابات حصلت زي دي احنا فيه سنة من السنين منفرير لا قبل في مفرير ايامنا احنا كان كنا من المركز الى 14 او 13 مع مايكل ايفرت كان جابهونا كده شوية وختمنا رابع بس كانت فاكرة انتقالية ورجعنا خدنا الدولة ثلاث سنين بعد كده ده الناس ما تقلقش بس بلاش عند ونبص لصراح النادي فعلا عند من مين من الادارة اه انا بقولك قطاع الكرة كله لا فيه حاجة فيه عمل اللي عليهم دخل ناس جديدة ابناء النادي الاهلي كتير بره وشغالين ونجحين انا قلتها كتير والناس مش قادرة للناس دي احتراما للنادي الاهلي واحتراما للكابت الخطيب يا كريم محدش بقدر اتكلم فانا بقوله لا قطاعات الناشرين تدخل اسامي كبيرة وتديهم زي ما بياخد بره تديله وبياخد بره لديت عشان ابني النادي انت مجايب مدير مدرب حراس مرة بتديله مبلغ كبير مجارب مدير فني وانت عندك عناصر نجحة فرق بره كتير لأ دخلها عندك عناصر تشتغل مدير كورة محترمين ده وافع جديدة ده مش فشل لسيد سيد نجح بقاله سبعة تمان سنين بس الفترة دي مشدود وعصب اركن شوية سانة اتنين وارجع تاني لانت بس صغير لجنة الكورة مع الاحترام لها التعاقدات امير الناس دي لازم يخش معهم ناس لازم عيون تانية في حاجات كتيرة كبتن فاتمنى اشتركوا في القناة